موسيقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في أروقة رمضان موعدنا اليوم مع شخصية فارقة في تاريخ العراق وفي تاريخ الإسلام كله وهو مؤسس واحدة من أعظم الدول الإسلامية في تاريخنا وهي الدولة التي أنقذت العراق وأنقذت الخلافة العباسية في واحدة من أخطر مراحل تاريخها واستطاعت القضاء على الدولة التي أسست للفتن الطائفية المذهبية في العراق التي هي الدولة البواهية وكافحت دولتنا هذه ضد الدولة العبيدية الفاطمية التي اعتنقت المذهب الإسماعي للضال للهدام وعلى يدها فتحت آسيا الصغرى والأناضول للوجود الإسلامي هذه دولة السلاجقة وصاحبنا اليوم هو مؤسسها وسلطانها الأول طغر البك والذي توفي في مثل هذا اليوم من رمضان من عام 455 للهجرة تعالوا نحكي هذه القصة باختصار وركزوا معي لهذه الحلقة تفاصيلها كثيرا الآن نحن في العراق في بغداد في عصر الخلافة العباسية القوية ومن هنا سنبدأ في مشهدين على التوازي المشهد الأول مشهد الخلافة العباسية نفسها والمشهد الثاني مشهد أطراف الخلافة العباسية المشهد الأول الخلافة العباسية تدرجت أحوالها وانتهى عصر الخلافاء الأقوياء اللي هم ممسكين بزمام الأمور عند الخليفة العاشر اللي هو المتوكل على الله بالمتوكل على الله ينتهي العصر العباسي الأول اللي هو عصر القوة والازدهار ويبدأ العصر العباسي الثاني اللي هو عصر الضعف والانحضار هذا العصر العباسي الثاني سيطرت فيه عناصر أخرى على الخلافة العباسية لم تكن فيه القيادة للعرب العنصر الأول هو العنصر التركي ولو تتذكروا نحن تكلمنا أول أمس عن الخليفة المعتصم اللي هو الخليفة الثامن لما اضطر يستعين بالعنصر التركي ليكون القوة العسكرية الرئيسية للخلافة العباسية هذا العنصر التركي وقياداته بدأ نفوذهم يقوى ويتمدد حتى غلبوا على الخلفاء ظلت الخلافة العباسية تسعين عاما تقريبا تحت ظل الهيمنة العسكرية التركية منها أربعون سنة يعني استطاع بعض الخلفاء الأقوية استعادة زمام الأمور كثيرا لكن أفلتت منهم مرة أخرى وصاروا تحت هيمنة العسكر هؤلاء العسكر أيضا دخلوا بعد هذه التسعين سنة في مرحلة من الضعف والفساد وأدى ذلك إلى التشرزم وأنهكتهم الثورات المتعددة مثل تمرد القرامطة وإن شاء الله سنأتي إليه في سياق هذا البرنامج وذهب قادتهم الأقوياء وصاروا أجنحة متنازعة هذا الضعف الذي سيطر على العسكر الأتراك تزامن مع نشوء دولة شيعية في منطقة طبرستان اللي هي جنوب بحر قزوين الآن وبينما هذه الدولة آخذها في القوة والتمدد وجد بعض العسكر المتنازعين في بغداد فرصة للاستعانة بها على خصومهم وكذلك الضعف يعني يغري بطبيعته يعني يغري بطبيعته الأقوياء فما هي إلا أن تمددت هذه الدولة الشيعية حتى سيطرت على العراق وعلى بغداد وعلى الخلافة العباسية وهذه هي الدولة المعروفة بالدولة البويهية هذه الدولة البويهية هي التي ازدهرت فيها الفتن الطائفية في العراق يعني هي ترسخت فيها مواسم النزاعات المذهبية مثل عاشوراء ومواسم مقاتل الأئمة وعلى الجانب الآخر رد عليهم جهال أهل السنة أيضا باصطناع مواسم سنية فعملوا موسم لوفاة أبي بكر وموسم لوفاة عمر وهذه العادة السنوية ظلت تسفر دائما عن اشتباك وعن قتل وعن جرح المئات من الناس وربما وصل إلى نهب الدور وإلى إحراق أحياء في بغداد البويهيون رغم أنهم شيعة لم يحاولوا إسقاط الخلافة العباسية يعني هم يرون العباسين مغتصبين للخلافة لماذا؟ لأن بقاء الخليفة العباسي وهو بالنسبة لهم فاقد للشرعية هذا يثبت حكمهم هذا أكثر مما لو أنهم جاءوا بخليفة علوي يعني لو جاءوا بخليفة علوي سيرى الجنود جنود هذه الدولة أنه إمام حق يعني لما فكر معز الدولة في خلع الخليفة العباسي قيل له جنودك الآن لا يعتقدون فيه لا يعتقدون في الخليفة ولو أمرتهم بقتله لقتلوه لكن لو جاء علوي خليفة فاعتقدوا فيه ثم أمرهم هو بقتلك لقتلوك أيضا يعني خوف معز الدولة من اضطراب الأمور في العراق يعني طبعا أهل العراق استقرت فيهم الخلافة العباسية ولا يقبلون غيرها وخوفه من أن يتسلطن عليه الخليفة العبيدي في مصر لأنه في ذلك الوقت كانت الدولة العبيدية الفاطمية موجودة في مصر وكان خليفتها علوي يدعي النسبة لفاطمة وهو صاحب دولة كبيرة فكل هذه الظروف جعلت البويهيين يستبقون الخلافة العباسية لكنهم لا يحترمون الخلافاء بل يحتقرونهم ويوهينونهم وربما إذا افتقروا إلى الأموال نهبوا هؤلاء الخلافاء وربما قتلوا الخلافاء أيضا هذه الدولة البويهية هي الدولة الوحيدة التي حكمت العراق وقلب الخلافة حتى ذلك الوقت ولم يكن لها جهات ضد الروم مع ابن الروم في ذلك الزمن تجرأوا كثيرا واخترقوا ديار المسلمين وانتزعوا منهم بعض البلاد في الشام وفي الجزيرة الفرطية استمرت هذه الدولة البويهية 113 سنة وهي من أسوأ الفترات التي مرت على العراق وعلى الخلافة العباسية يعني كانت أيام حافلة بالذل على الخلافاء العباسيين وكنت فصلت هذا الكلام في جزء الثاني من كتابي رحلة الخلافة العباسية لمن أراد أن يتوسع دخلت الدولة البويهية في الضعف ووقع بين أمرائها الانقسام والتنازع والحروب وصارت حتى أنحاء العراق مستقلة عنهم وهنا ينتهي مشهد الخلافة العباسية في العراق وتعالوا نبدأ في المشهد الثاني اللي هو المتعلق بأطراف الخلافة العباسية الدولة الأموية العظيمة كانت تملك وتحكم جميع المسلمين من الصين إلى فرنسا وهذه الدولة هي آخر دولة حكمت جميع المسلمين لأن سائر الدول بعدها لم تستطع أن تفعل هذا فالعباسيين من البداية فقدوا السيطرة على الأندلس التي نشأت فيها إمارة أموية وفيما بعد ذلك هذه المناطق نشأت فيها دول أخرى يعني في المغرب الأقصى أيضا نشأت دول للخوارج وأحيانا أفلتت منهم دول للعلويين فهنا بدأت أطراف الخلافة العباسية تنفصل عنها لكن مع كثرة الناس ومع انتشار الناس الخلافة العباسية بدأت تسلك مسلك وسط منحت بعض الأسر القوية في الأطراف ما يعني يمكن أن نسميه الآن حق الحكم الذاتي تحت سيادة الخلافة فيكون الولاء للخلافة ويعني يخطب للخليفة العباسي على المنابر وتعطى الدولة أموالا سنوية من هذه الديار هذه الدول التي تكونت في الأطراف كان لها بعض المزايا وبعض العيوب المزيئة الرئيسية أن أغلب هذه الدول مد النفوذ الإسلامي في المناطق التي تليه ففتح بلاد جديدة أو نشر الإسلام في بلاد جديدة وفي هذا الوقت ما كان بإمكان الخلافة أن تفعل هذا لكن العيب الرئيسي أن هذه القسمة شكلت أساسا لانقسام عملي في الدولة الإسلامية وبالتالي لما ضعفت الخلافة في بغداد وذهب الخلفاء الأقوياء كانت هذه الدول مستقلة فعليا ولم يكن بينها وبين الخلفة إلا أنها تخطب له وتحصل منه على الشرعية من خلال مرسوم التولية يهمونا في الحلقة الآن أن نركز على المشهد في المشرق الإسلامي هناك سنجد عدد من الدول التي ولدت من أهمها الدولة السامانية وهذه كانت بذرتها في زمن المأمون وكذلك الدولة الغزنوية هذه الدولة فتحت الهند ومن خلال التفاعل بين هاتين الدولتين ويعني في مناطق الاحتكاك بينهما في تفاصيلة الشرحها ظهرت العشيرة التي يتزعمها سلجوق وهذا الذي لما أسلم وتبعه وقومه ولد له حفيد هو صاحبنا اليوم وهو طور البك مؤسس دولة السلاجقة طبعا هناك أمور وفصول يطول شرحها لكن خلاصتها أن هؤلاء السلاجقة وجدوا أنفسهم يعني بين الظروف جعلتهم ينحازون إلى منطقة خراسان وأخذت قوتهم في النمو والتعاظم طبعا هذا ما كان ممكنا لهم لأنهم في ذلك الوقت كانوا في ظل السلطان الغزنوي القوي الكبير محمود بن سبوكتوكين لوفاتح الهند فوقع الاحتكاك بينهم وما لبث أن هزمهم في أكثر من معركة حتى استسلموا له لكن لما مات محمود جاء بعده ابنه مسعود وهذا لم يكن في قوة أبيه فوقع التنازع من جديد بينه وبين السلاجقة الصاعدين وما لبثت أن يعني انتصر عليه السلاجقة في انتصار قوي استطاعوا به أن يرثوا الدولة الغزنوية في مناطق خراسان وما وراء النهر بعد زمن طويل من الضعف يعني استأنف طغر البك الجهاد ضد الروم وقعت بينهم وبينهم معارق قوية انتهت بانتصاره إلى أن طلب الروم منه الهدنة فاشترط ضمن شروطه أن تعاد الصلاة في جامع القسطنطيني جامع القسطنطينية في ذلك الوقت هو جامع مهجور كان المسلمون بنوه قديما عند قبر أبي أيوب الأنصاري فطغر البك اشترط أن يخطب له في هذا الجامع وكانت هذه الانتصارات وكان هذا الشرط المذل يعني مما طار له صيته في الآفاق وطبعا لكم أن تتخيلوا ماذا يفعل نصرك هذا في أمة مهزومة متشوقة إلى النصر إذن الدولة البويهية تضعف دولة السلاجقة تصعد وهناك انتصارات تاريخية تحدث على الروم بعد فترة طويلة من الضعف وهنا يعني لا بد أن نستنتج المشهد القادم يعني من قواعد الحياة أنه القوة المتنامية تطلب التوسع ومن قواعد الحياة أيضا أنه الضعف يغري بالافتراس وفي الوقت الذي تهيأ فيه الاستلاجقة زعيم قوي شديد هو طور البك كانت منطقة فارس والعراق زاخرة بالضعف والتمزق والتشرذم بين الأمراء البويهيين والذين أنهكتهم حتى المعارك البينية بينهم وبين بعضهم طيب هذا على مستوى القوة على مستوى آخر السلاجقة الصنة اللي هم ممتلئين حماسة واللي هم في إقبال دولاتهم كانوا في مواجهة الدولة البويهية الشيعية التي ملأت هذه الأنحاء بما فيها بغداد بأمور يعني مثل سب الصحابة والزيادة في الأذان فهذه أيضا العداوة المذهبية أضافت أسبابا أخرى إلى اندلاع المواجهة حتى على مستوى السياسة الخليفة العباسي الموجود في بغداد اللي هو لا يملك سوى الشرعية يمنحها لمن غلب انتعشت آماله أن يكون السلاجقة هم المنقذين له من هذه المهنة التي يلقاها على يد البويهيين فعني هم حتى مع أنهم كانوا ضعفاء وأذلاء ومتمزقين لكن كانوا أيضا يهينون الخليفة فهذا الشيء الوحيد الذي يملكه الخليفة اللي هو الشرعية هو الشيء الذي يتوق إليه طغر البك زعيم الدولة الناهضة القائد السني الآخذ في التمدد والذي يعني يعرف أنه لا بد أن يأخذ الشرعية لكي تستقيم له البلاد ويقل المنافسون كيف تفاعلت هذه العلاقات هذا ما نراه إن شاء الله بعد هذا الفاصل فكونوا معنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وقفنا بكم قبل الفاصل عند المشهد المعقد دولة إسلامية سنية قوية ناهضة تتمدد دولة شيعية موجودة في بغداد عمرها 113 سنة دخلت في الضعف والتمزق هذه دولة قوية وهذه دولة ضعيفة وهذه دولة سنية وهذه دولة شيعية الخليفة الموجودة في بغداد يتمنى أن يتخلص من المهانة التي يلقاها على يد البويهيين ويتطلع إلى أن يمد علاقة مع السلطان السلجوقي القوي السلطان السلجوقي القوي من جهته يتمنى الشرعية التي يمنحها له الخليفة فبالتالي انعقدت سريعا العلاقة بين الخلافة العباسية وبين طغر البك وتواصلت بينهما الرسائل ثم تواصلت بينهما السفارات فالخليفة يرسل مرسوم التولية والخلع التي يعني يؤيد بها طغر البك وطغر البك يحتفي بقدومهم وينزلهم خير منزل ثم يفضي إليهم بأنه مطيع للخليفة وأنه يعظم الخليفة ويرسل معهم الهدايا النفيسة والثمينة وبهذا صار الخليفة يتمنى قدوم طغر البك بجيشه إلى بغداد لتكون له قوة حقيقية يستطيع أن يفرض بها كلمة على الأمراء البويهين كذلك طغر البك يرى نفسه حق وأولى أن يكون صاحب السلطان بدلا من الدولة البويهية ويعني يتمنى إزالة طبعا هذه الدولة الشيعية وأن ينهي هذا التمزق والتفرق الموجود في فارس والعراق هذه الأجواء زلزلت البويهيين في بغداد وكمان أيضا يعني زلزلت معهم العنصر العسكري التركي في جيش الخلافة لأنه في فترة الضعف البويهية برز قائد عسكري تركي اسمه البساسيري هذا القائد استطاع أن يكون له نفوذ وأن يعلو بنفوذه على الملك البويهي الضعيف وطبعا على الخليفة الذي هو أضعف من الملك البويهي وبينما هذا القائد التركي يدبر لوراثة دولة البويهيين وإعادة الملك إلى نفسه وإعادتها إلى العنصر التركي كما كان قبل البويهيين ظهر هؤلاء السلاجقة القادمين من المشرق والذين يهددون أحلامه فهو من جهته سعى إلى التواصل مع العبيديين الفاطميين اللهم الإسماعيلية أصحاب الخلافة الشيعية في القاهرة وطبعا هؤلاء هم الأعداء التاريخيين للخلافة العباسية السنية وطبعا هؤلاء الفاطميين من طرفهم وجدوها فرصة ممتازة لإزالة الخلافة العباسية فسارعوا بإمداد البساسيري بالأموال وأعطوه مرسوما بالولاية على ما تحت يده من بلاد العراق وما سوف يستولي عليه فيما بعد هنا إذا نظرنا إلى الخليفة العباسي سنجد أنه يلتقي في نفسه الرغبة والرهبة الخوف والطلب الخوف من تمدد العبيدين الفاطميين وإزالة الخلافة العباسية والرغبة في أن تكون له قوة وشوكة وجنود من أهل السنة يعظمونه ويبجلونه ويجعلون أنفسهم في خدمته كما هي السلاجقة وطور البك من ناحيته أعلن أنه سوف يسير إلى مكة سيسير على طريق العراق وسيصلح الطريق إلى مكة وسيقدم فروض الطاعة والولاء والإذعان للخلافة العباسية وسينطلق بعد ذلك إلى إزالة الخلافة العبيدية الفاطمية احتفى كلا الطرفين بالآخر الخليفة وطغر البك ويعني تمتينا لهذه الصلاة تزوج الخليفة من ابنة طغر البك وطبعا هذا مفهوم في ذلك الوقت يعني أنه شرف كبير لطغر البك وقبيلته أنه الخليفة يتزوج ابنته فأن تكون ابنتهم زوجة للخليفة العباسي الهاشمي الذي هو أعلى الناس رتبة في الدنيا بالخلافة وكذلك في الأصل لأنه من النسب الشريف ولكن الخليفة راغب في بقاء الملك البويهي يعني هو لم يرد أن يزيل البويهيين يعني أراد الخليفة أن لا ينفرد أحد بأمر الخلافة وأن لا تكون السلطنة عليه الاستلاجقة بدلا من البويهيين طبعا هنا الخليفة يعني نستطيع القول غفل عن قانون القوة فلا يجتمع سيفان في غمد كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدخل طغر البك إلى بغداد هنا صار في ملك بويهي وصار طغر البك فما هو إلا أن وقع اشتباك في بغداد ما لبث أن تطور إلى معركة بين جيش البويهيين وهذا كان يحتوي العنصرين يعني العنصر التركي والعنصر الديلامي وبين السلاجقة وطبعا كان النصر للسلاجقة كل قوم في إقبال دولتهم هذا الأمر استثمره طغر البك في تحقيق هدفه فأعلن أن هذا الذي حصل هو مؤامرة من الملك البويهي اللي كان اسمه أبو نصر كاليجار في ذلك الوقت أعلن أنه هذه مؤامرة وأنه إذا لم يأتي إلى خيمة طغر البك في مقره فهذا دليل مؤكد على أنه هو الذي دبر هذه الفتنة ضد السلاجقة طبعا أبو نصر كاليجار خاف على نفسه ومتنع عن الذهاب إلى طغر البك لكن الخليفة طمأنه وأكد له أنه يذهب وأعطاه أمانة وزيادة في هذه الطمأنة أرسل معه مرافقين من حاشيات الخليفة طغر البك لم يأبه لهذا ولم يهتم به بل قبض على أبي نصر وقبض معه على مبعوث الخليفة وألقاه في السجن وهذه هي نهاية الدولة البويهية طبعا الخليفة صدم صدمة كبيرة وأرسل رسالة شديدة اللهجة إلى طغر البك لكن لم تفلح غضبته ولا معاتبته إلا في الإفراج عن بعض الذين كانوا يعني مع أبي نصر وعرف الخليفة منذ ذلك الوقت أنه إنما انتقل من هيمنة البويهيين إلى هيمنة السلاجقة صحيح الحال لم يتغير كثيرا على الخلفاء العباسيين يعني الخلفاء العباسيين ظلوا بلا شوكة ولا تأثير كبير وفعلا انتقلوا من الهيمنة البويهية إلى الهيمنة السلجوقية لكن الحال تغير كثيرا على الخلافة العباسية يعني هذه الهيمنة السلجوقية غيرت كثيرا يعني أهم هذه التغيرات يعني أهم ما نتج عن هذه الهيمنة السلجوقية نستطيع أن نجعلها في ثلاث نتائج كلها نتائج خطيرة وفارقة الفارق الأول توحد البلاد يعني هذه البلاد كانت في حالة شديدة من التمزق والفرقة عشرات ومئات مناطق النفوذ التي تمتد بين خراسان في المشرق وبين الشام كل هذا صار دولة واحدة دولة السلجوقية الكبيرة الأمر الثاني هو ظهور قوة إسلامية كبيرة استأنفت الجهاد ضد الروم من بعد الضعف ظهور هذه القوة التي استأنفت الجهاد ضد الروم وحققت الدولة السلجوقية أحد أهم الانتصارات الحاسمة في التاريخ الإسلامي وهو انتصار ملاذ كرد وطبعا كان هذا على يد السلطان الثاني للسلاجقة اللي هو بعد طغر البك وكان ابن أخيه الفارق الثالث هو ظهور القوة السنية التي أنقذت الخلافة العباسية من التمدد العبيدي الفاطمي بل استطاعت هذه القوة السنية أن تقلص نفوذ الدولة العبيدية الفاطمية ذاتها يعني خط الاحتكاك بين القوتين السلجوقية والعبيدية صار في الشام يعني كانوا يتنازعون مناطق الشام من بعد ما كان الخط ده خط الاحتكاك كان فيه بغداد نفسها وأشد فكرة أن هذا الخط وصل إلى بغداد نفسها احنا قلنا أنه كان فيه قائد اسم البساسيري فطغر البك أرسل إلى البساسيري هذا أخاه له أخ اسمه إبراهيم ينال أرسله لقتال البساسيري الذي كان متمردا على الخلافة العباسية وتواصل مع العبيدين الفاطمين لكن أخوه هذا انقلب عليه أخوه إبراهيم انقلب على طغر البك وهذا الانقلاب أحدث أزمة وهذه الأزمة وفرت فرصة ممتازة للقائد التركي اللي احنا قلنا عليه كان في الجيش البواهي السابق اللي هو البساسيري فتملك بغداد نفسها وأعلن فيها الخطبة والولاء للخليفة العبيد الفاطمي كان اسمه مستنصر بالله طبعا من أشهر خلافاء الدولة العبيدية الفاطمية حكم ستين سنة فخاه هذا الخليفة المستنصر العبيدي خطب له في بغداد ودي تعتبر أخطر لحظة مرت على الخلافة العباسية طوال خمسة قرون اللي هي عمرها في بغداد لكن طغر البك استطاع فيما بعد يعني لما انتصر البساسيري وظل سنتين يحكم بغداد لم يستطع الخليفة العباسي إلا أن يهرب إلا أن يهرب بشكل درامي لكن طغر البك استطاع أن ينتصر على أخيه أولا ثم استطاع أن يهزم البساسيري وأن يعيد بغداد إلى الخلافة العباسية أو بالأحرى يعني أن يعيد الخلافة العباسية إلى بغداد وما بعدها إلى منطقة الغرب طبعا تمكنت دولة السلاجقة دولة طغر البك نستطيع القول أنه ظهر في عام 429 وتوفي في عام 455 يعني نحن نتكلم في فترة بسيطة جدا يعني نتكلم في حوالي 25 سنة تقريبا فنتكلم في 16 سنة منذ الظهور إلى هذه الوفاة وهو أخذ شرعية الخلافة العباسية فيها في الثلاثينيات يعني في سنة 430 هجرية من القرن الخامس الهجري لما تمكن طغر البك وأسس هذه الدولة السلجقية الكبيرة في العراق بدأ في التسلطن وكان من أشد ما تسلطن فيه أنه طلب هو أن يتزوج ابنة الخليفة العباسية طبعا هذا أمر يعني لم يكن مصدقا وهذا شيء يشبه الصدمة الصدمة الضخمة أنه طبعا هذه البنت الخليفة هي العباسية الهاشمية في صدر النسب الشريف ويعني لا يزوجها الناس للقبائل يعني لا يزوجونها للقبائل العربية التي يرون أنها وطئة في النسب فكيف يزوجونها من خارج العربي على الجملة ولكن ومع ذلك لم يستطع الخليفة مع محاولاته أن يتخلص ويتملص من هذا صحيح أن هذا الزواج ربما لم ينعقد وبعض الرواية تقول أنه حتى لم يدخل بها لأنه مات سنة 455 بعيدة يعني انعقاد هذا الزواج بقليل جدا لأنه أصلا كان في السبعين من عمره وحتى هذه كانت صبية شابة فلكن كما قلت أنه تأثير هذا تأثير هذه الدولة السلجوقية على الخلافة العباسية لم يتحسن كثيرا لكن تأثيرها على الخلافة العباسية تأثيرها على الخلافة لم يتغير كثيرا لكن تأثيرها على الخلافة وعلى الأمة كان أثرا فارقا وكبيرا نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد لهذه الأمة قوتها وأن نستأنف بعد ذلك انتصاراتنا ونسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة